صناعية في المنطقة لفائدة الاقتصاد الوطني وأن يكون المورد الأساسي لصناعة تصلب في الجزائر نتحدث كذلك حول الاجتماع الوزاري اليوم الذي سترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نتحدث حول كل هذا مع الأستاذ هواري تغرصي وعضو اللجنة المنية بالبرلمان أهلا بك أهلا صباح شكرا بحضورك معنا كذلك سيكون معنا عبر سكايب مختلع لأستاذ الاقتصاد بجامعة تسمسيل بعد قليل نبدأ إذن أستاذ هواري تغرصي بالاجتماع المنتظر اليوم اجتماع الوزاري في رأسة رئيس الجمهورية إذن ينتظر الكثير من هذا الاجتماع للفصل في عدة نقاط هامة تحدث عن تطوير الأنشطة الاقتصادية وتقييم أثار كوفيد-19 المنظومة الاقتصادية والمنظومة التجارية في الوطن التي تأثرت على غرار ما تأثرت به مختلف الاقتصادات العالمية لو نمدأ بمرحلة تقييم عامة حول الضرر الذي تسبب به هذا الفيروس الاقتصاد الوطني الذي شلت تقريبا الحياة التجارية لشهرين أو ثلاث هل نحن اليوم في أريحية لإعادة بعث هذه النشاطات الاقتصادية والتجارية لدينا فسحة ومجال لتحكم في الوضع أكثر؟ أكيد طبعا أنتم مشكورين خاصة عن طبعا استيذاثة هذه ولكن خلينا نحكي أنه طبعا بالنسبة لكوفيد-19 تقريبا كل عالم نضرر من هذه العملية فقط نحن ممكن جدا نضررنا كثير من مناطق هذه لأنه الشاشة المؤسسات الصناعية الخاصة الخاصة اللي طاعتنا نقول لك فرصة خاصة لعملية نعاش وإدراك بالنسبة لي طبعا خاصة لمؤسسات الموجودة في الجزائر مع أنت نظرة المستقبلية أنا نتوقع باللي راح تكون إيجابية بالنسبة لنا أكيد أنه يمكن إن شاء الله يكون اللقاح في المراحل الجاية بعد شهور ونتخلص من المشكلة هذا ولكن خلينا نحكي على نقطة إيجابية بالنسبة لي أول مرة نحكي على النقاط الإيجابية الموجودة ضرور نحكي عن النقاط مهمة جدا في الاقتصال الجزائي بدينا كان نكتشف الطاقات الوطنية مع أنت لما نكتشف وانتشفت شريط خاصة لموجودة غارج بلاد وخاصة الكمية الكبيرة والخزان الكبير الموجود وحتى يمكن أن يكون مشروع القرن لما نحكي على المناطق اللي موجودها الذهب خاصة في تمنراسة طبعا رغم أنه كان مشاكل فيها ولكن لما نحكي على الأراضي النادرة لما نحكي على الفصفات اللي موجودة طبعا في تبسى لما نحكي على الأمور تخلينا تكونوا مرتاحين نوعا ما يبقى أنه تكون نهضة اقتصادية في المجال هذا مع أنت كيف يمكن تنظيم الطاقات الوطنية كيف يمكن إنتاج الوطني لأنه لما نحكي على نقطة مثلا بسيطة وهي غارج بلاد غارج بلاد تقريبا ١٨١٥٢ حتى السلطات الفرنسية والاستعمار الفرنسي ما قدرش يستثمر فيه في الجانب هذا مع أنت هو طبعا كنز كبير ولكن مشاكله كبيرة كذلك لازم نحكي على إمكانيات مادية موجودة اللي تقريبا تفوق حوالي عشرين مليار حتى فيه كانت نظرة حكومية أنه نخليه هذا المورد الطبيعي اللي هم الأجيال القادمة لا نستهريك كل شيء في الجزائر شوف لما عندنا تقريبا كنز وطني كبير خاصة في الجنوب الكبير إذا عرفنا فقط إذا حطتنا خطة وطنية محددة بالنسبة للقطاعات وخاصة بالنسبة لقطاع كبير في الجزائر اللي ما زال معطينا للشوزن كبير اللي هو قطاع المناجم طبعا هو جبنا سيد وزير الطاقة إلى قطاع المناجم مش يعطينا فكرة بالنسبة لهذا القطاع ولكن الخزان الموجود بالنسبة للإقتصال الوطني هو موجود خاصة في قطاع المناجم اللي رح يغطي خاصة قطاع المحروقات في المراحل الجاي لا عرفنا كيف يمكن استقطاب لأنه عندنا مشكلة بالنسبة للإستثمار الجنبي هنا لازم نفتح بين القوسين ونقول بلي أنه مشكلة الخلال كبير خاصة في قانون الإستثمار وطبعا التعديلات المستمرة والخلال اللي كان موجود فيه في 2016 أنا أتمنى سيد وزير الصناعة أنه يعطينا فكرة جميلة جدا أنه لازم يكون عندنا قانون إستثمار اللي يمكن يدوم في مراحل متعددة حدوله اليوم فيه إرادة حقيقية لإذابت هذا العرقيل وبعث حقيقي الاقتصاد الوطني لأنه المشكلة في العقود الماضية لم تكن هناك رؤية واضحة لاستغلال هذه الموارد الطبيعية الهامة نتحدث عن غار الجبيلات يعني ليس سنوات ونحن نتحدث عن كثير استغلال أنا والله منذ كبرت خاصة في الجنب الاقتصادي ونسمع خاصة لغارج بلاد ذلك فرصة بالنسبة لنا كيف يمكن استثمار في هذا القطاع هل يمكن طبعا استقطاب خاصة الشراكة بالنسبة للقطاع هذا لأنه معناش إمكانيات باش نحط 20 مليار في هذا القطاع ونحط 20 مليار دولار كذلك بالنسبة للذهب ونحط كذلك بالنسبة للفصفات ونحط كذلك بالنسبة للمارد نتشوف الخيالات حبيتنا نقول لك لما تشوف تحصل الخيالات اللي موجودة في الجزيرة ولكن كان مشكل أنه ما قدرناش نستغل لهذه الطاقة الوطنية لازم تكون عنا برنامج واضح ومخطط للسنوات القادمة قلت لك أنا فقط أنه عني شكال فيما يخص المنظومة ولما نحكي المنظومة هنا نحكي على خاصة قانون الاستثمار الوطني لأنه تقريبا 2019-2020 نكون صراحة مقدرناش نستقطب ولا مستثمر أجنبي نظر للظرف اللي مرت به الظرف هذا الظرف ولكن ما تنساش أنه 2019 كان ظرف سياسي بالنسبة خاصة للحراك الوطنية بالنسبة للمشاكل المتعددة كانت تخوف لازم نعطي أكثر ثيقة بالنسبة ل نبدأ بالمستثمر المحلي لأنه عندنا طاقات كذلك مالية موجودة في سوق موازل كيف يمكن أن نوجه هذه الطاقات المالية الموجودة هنا يخليني بين قوسين نحكي على الصيرفة الإسلامية مهمتها جدا في المراحل الجاية ولكن ما زلنا قسم موجودة فيها ما نقسم مرتبطة بقوانين متعددة مرتبطة بمواد قانونية مرتبطة ب قانون مدني مرتبطة بقانون المتعلق بالنقد والقارض ضروري أنه نربط كل القوانين هذي باش تكون عندنا تكون في المرحل جاية ترسلنا من القوانين تحمي طبعا الصيرفة الإسلامية وتعطيلها شرعية كبيرة لأنه قادرين حتى الزكاة قادرين قادرين نفعلها بعملية وطرق واحدة أخرى يمكن مهما ما يكون أنه مجتمع إسلامي طبعا وعندنا الناس حابين يتمد الأموال تاها وحابين يستثمر الملتحة ولكن يفكروا بطريقة واحدة أخرى أنه الصيرفة تكون طبعا غير ربوية ويمكن توجيه الأموال أنا أقول أموال كبيرة موجودة في سوق الموازية لأنها تغولت خاصة في المراحل السابقة و باش ما نطولوش بزاف في الصيرفة الإسلامية وطريقة استقطاب هذه الكتلة النقدية لها ما في السوق الموازية لأنه حبينا نحكي على هذا الموال الاقتصادي اللي هي وغير جبالات حبيت نخصله وقت خلال هذا النقاش لو نتحدث عن معلش نكمل ونختمه هذا القوس فيما يخص سيرفة الإسلامية احتبدأ إن شاء الله خلال شهر أو ترح منتجات إسلامية أو شبابيك تشوف أنه هي حل للعقيدة السائدة وطريقة التفكير الجزائري الرافضة لأي مبدأ رباوي في التعامل مع البندوق والله قبل ما ندخل في السيديو كان عندي هاتف مع سيد بوجلال وسيد بوجلال معروف خاصة مجزعة طبعا للإسلامي وتقريبا عنده وربعين سنة في العمل هذا وينشط في العمل هذا نشكره بزاف لأنه كان قضايا نوجه فما نحبش ندخل المباشرة لأنه منش متخص في المجال هذي ولكن من الجانب قانوني وطبعا مشرع برلمني شايف النقايص الموجودة خاصة في الصرف الإسلامي ما زل عندنا قاس لأنه ما زل عندنا في المصدر ما زل عندنا خاصة في نقاط واحدة أخرى حبيت أن نحكي معاه في النقاط هذه ونقول له يا صديقي وعليش مثروش هذه النقاط اللي موجود الخلافة اللي موجود سواء بالنسبة لقانون المدني فيه بعض المواد سواء بالنسبة للقانون لنقتل القرد سواء بالنكذا باش نعطوه ترسانة من القوانين تكون مشفت انطلاقة قوية باش نعطوه انطلاقة ما نخلوش لأنه لما تنطارق وتخلي بعض الناقايس يستغلوها ناشو واحدة أخرين طبعا اللي معارضين للفكرة هذه فقط نظرتها حمسلبية دايما بالنسبة وحتى يكون نستطيع مثلا 30 أو 40% ربما تكون أقل أكيد أكيد لأنه ممكن نروح واحدة أخرى حتى الجالسات الوطنية اللي كانت موجودة بالنسبة للضريب كانت إشكال فيها كانت إشكال فيها لأنه أنا قلت كم من مرة أنه سيد رئيس الجمهورية كان أحكي عليها قال ضرورة تخفيض ضريبة لأنه الضريبة تمثل أو تقتل الاقتصاد الوطني ما اترقتش الفكر هذه هذه نقطة سلبية نعيبها خاصة الجالسات هذه ضرورة تبسيط الضريبة باش نوسع نوسع الضريبة هذه يمكن تكون في المرحل الجاية عاملية إعادة الإنتاج هذه لازم نعطوه أكثر بالنسبة للمبادرة لإنتاج النساء نعود للنقطة الأساسية اللي حبينا نحكي عليها غار جبيلات هذا الجبل الحديدي خيرنا نقوله بعض يسميها بتكساس الإفريقية طبعا التقديرات فيما يخص ما يحتويه باطن هذا المنجم 3.5 مليار طن كم هائل جدا يمكن أن يحقق إقلع اقتصادي حقيقي في المنطقة ويبعث بفروع إنتاجية عديدة نتحدثوا على قطاع صناعة السيارات ربما علش ما نبدوش من هذا المورد مورد الهام لغفرنا قاعدة صلبة لانطلاق حقيقي لمختلف الصناعات نبدو لكن من نقطة الاستقطاب أنت تحدثت عليها صعوبة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي نحتاجوها في هذا النوع من المشاريع الضخمة سواء الماليا أو من ناحية تقنية وآلية استغلال هذا المورد تشوف أنه اليوم فيه نفور حقيقي من الاستثمار في قطاع المحروقات لأنه عائدته وأرباحه منخفضت نظر الوضع السائد ونقص طلب على قطاع المحروقات لكن اليوم هل الاستثمارات في هذا الجانب في قطاع المناجم إذا ما وفرنا أرضية قانونية صلبة ومتينة ومستقرة نقدروا نستقطبوا استثمارات جدية شفنا اتفاق وقع في سنة الماضية مع الجانب الأمريكي نقدروا نستقطبوا شركات دولية كبيرة عندها سمعة في هذا المجال لا يخليني نقول لكم نكون صريح معك وأنه عدم استقرار القوانين تخلي أنهم وسائل سيتهرب خاصة الاستثمار بالنسبة للجزاء أنه ضروري أنه نسترجع الثيقة اللي كانت موجودة في الجزاء في السنوات الماضية كانت لما تقول كل ما نهب وذب يجي للجزاء ذوك بدينا بدينا نشوف النقضة يعني المراحل الجاية ضروري استقطاب هذه المؤسسات وأولا أنه لازم تكون ثيقة مع أن تناطيلهم ضمنات هذه المؤسسات تحت باللي ما كانش تغير في النظام ما كانش تغير في القوانين وشيعتين قانون مالية 2020 قانون مالية تكملي فيه تصحيح القوانين كان يشكال بالنسبة ل المصر وحتى قضية الترويج للوجهة الجزائرية شيء غائب لسنوات ولعقود كيف نرويج لهذا مثلا عندنا منجم غارج بيلات كيف نرويج له عالميا هنا هنا دور يجي دور خاصة انسيقارات هنا ملحق تجاري ضروري أنه يلعب دوره وإذا ما كانش لازم يكون في المراحل الجاية يكون أكثر تجربة وأكثر تخصص في الاقتصاد ويعطي خاصة النظرة بالنسبة للجزائر بالنسبة لعرض المنتوج الجزائري لما نحكو على غارج بيلات الموجود تقريبا هو بوابة لإفريقيا فقط بوابة لإفريقيا يمكن أنه نستغل أولا إفريقيا ونستغل كذلك إذا عرفنا كيف يمكن استغلال خاصة النطرف الصيني مع طريق الحارير بالنسبة للمنشاة الموجودة في طبعا تيبازا خاصة إذا قدرنا أنه نوفر هذه الميناء ميناء نفتح نظن أنه كان سيرورة في العمل يجب أن نخطط بالمنطق هذا لأنه حول لأنه لأنه لما نحكي على هذه نحكي مع أنت طريق خاصة بالنسبة المورطان هنا نحكي على دول غرب إفريقيا التي فيها تقريبا مئتين مليون هنا يمكن انتقال إلى نيجيريا وانتقال إلى دول إفريقية مع أنت لازم نخطط بالطريقة هذه يمكن أنه هذا القطع مثلا يقدر يغزي طبعا كل إفريقيا إذا قدرنا وحمينا وعطينا الوصمات طبعا المحلية فقط أنه فيما يخص توظيف المباشر تقريبا 8000 وتغير مباشر تقريبا 12000 راح يكون تقريبا 20000 توظيف مباشر أو غير مباشر بالنسبة للعملية راح يكون عندنا قتلة ممكن يغطى حتى قيمة الذهبي ولذهب فانوي بانسيد رئيس حتى موجودة في الميزانية فيه طموط اليوم إلى تخفيض الاعتماد على قطاع نفهم عنه القادم إلى 20% هو تحدي صعب بالنسبة للحكومة ولكن باستغلال الموارد ممكن جدا لأنه لما نحكو خاصة فيما يخص الإصلاح الطريبي مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني وثيقة المواطن مهمة قبل ما نحكو على المستثمر الأجنبي نحكو على المستثمر الموجود في السوق الموازية واللي يتغول يوم بعد يوم فقط مشكلة بسيطة عنه يوميا لما نشوف أنه هذه البريد مشكلة بريد ومشكل سويل اللي غير موجود لما نشوف طريقة تعييم كن معالجته لما تكون عندنا كاريزمة قوية بالنسبة للوزارات هنا نفرض قوانين معينة ونظل نطرح الأفكار هذه موجودة بالنسبة لوزير البريد وزير المالية وزير طبعا التجارة نعطوا فرصة وحتى من جانب الاقتصاد نشوف نقول لك حاجة نشوف هذه الوزارة مهمة جدا بالنسبة الاقتصاد الوطني لأنه هي اللي تعطينا الحلول خاصة الرقمية بالنسبة الاقتصاد ورني ولا قدرنا نرقمن جميع قطاعات أنا نقول 50 المفروض كذلك ربما تفتح قوس هنا أنه مختلف المشاكل والاختلال التي تعني منها مختلف الوزارات تقدم عروض لهذه الوزارة وهي تقدم لها حلول عن طريق هذه الشركة الناشئة بلا ما نروح للأجانب فقط نستغل الموارد المحلية خليك معايا نروح الأستاذ مخترع لأستاذ الاقتصاد بجماعة سمسلت معنا عبر لهاتي فقط نسلم المختار علالي أنه زميل حبيب من سملي أو يسمع فينا سلم مختار علالي أهلا بك أهلا بك شكرا لأستاذ هواري وهو أحد زملائه الأصدقاء وهو أخلنا وزن ينفي الجميع يلا سعيد أنه نكون فرصة لنتلتقي معنا اليوم تحدث تحدثت أستاذ مختار علالي حول هذا المنجم الهام هذا الجبل الحديدي تريد أن تسميه ربما تكساس إفريقيا كيف يمكن أن نستغل عاجلا وليس آجلا كيف يمكن أن نستغل هذا المنجم وهذا المولد الهام الاقتصاد الوطني وما هي العائدات المتوقعة بالنسبة الاقتصاد الوطني لو مضينا في هذا المشروع سريع ونتكلم من جانب الإحصائيات الحقيقة أن هذا المشروع الهام الذي تكون من احتياب 3.5 مليار طول يمكن استغلال منه 1.7 مليار طول يوجد كذلك بالقرض منه جبل مشري عبد العزيز وهو كذلك يقدر احتياب 2.7 مليار طول يمكن استغلال 1.3 مليار طول بمعنى إمكانية الاستغلال سريعة بين غارج بلات وبين مشري عبد العزيز 1.7 و1.3 مليار بمعنى 3 مليار طول هذا هذا الاستغلال يمكن استغل ما ينتج إنتاج كبير إلى 10 مليار طن سنوية كصافي من الحديد سنوية كما يمكن هذا المجال يمكن أن ينعش مجالات أخرى لأن ولاية تندوف موجودة بالجنوب الغربي إمكانية توفير أولا وسائل النقل لتحقيق المنافع المكانية عن طريق إنشاء السكة الحديدية بين بشار وتندوف على الأقل أو على فتح مجال بما أن الآن الجزائر وموريطانيا فتحت طريق ومعبر تندوف الزويرات بإمكاننا أن نفتح مجال لتصدير الحديد من السنال الموريطانيا وبالتالي هذا الإنتاج الذي سيكون إنتاج كبير كذلك يحمل أشياء أخرى أن إمكان استغلاله يحقق لأن يقدر عشان السباحة وبالتالي يقضي تقريبا على بطالة لثلاث ولايات تقريبا الجنوبية أدراع تندوف مجال آخر في مجال الإنتاج وإستغلال هذا ونبت من توفير آليات كما ذكر الأستاذ هوالي لأن الآليات الآن لما نتكلم على تطوير مهجم الحديث لابت من توفير آليات إتصال النقل وكذلك المخازن الكبرى وهذا من أجل حقيقة الاستغلال الحقيقي لأن المنافع تحقيق المنافع لابد أن تكون بتوفر آليات لتحقيق الاستغلال الحقيقي بعد عملية الإنجاز وبالتالي هذا المنجم يختوي على نوع ما يسمى الفصفور وتصفيته لابد من تكاليف قد تصل مع مجال الاستغلال إلى عسر أو 20 مليار دولار وبالتالي هي تكلفة كبيرة ولهذا لابد عليها أن نبحث عن الشراكة الحقيقية تصنع الشركات العالمية المختصة بدون أمر ما يسمى العاطفة أو العلاقات التي تسمى الصداقة الدبلوباسية في هذه النقطة أستاذ علالي هل تعتقد أنه الشريك الصيني هو الأقرب والطرف الذي سيكون ربما مفيدا أكثر في استغلال هذا المنجم وحقا ستكون منافسة بين الشركات الصينية لأن في العالم توجد شركات الأمريكية والكندية والصينية والبرازيلية وشركات العندية التي تتنافس على الاستثمارات بنسبة الحديد الآن الولايات المتحدة الأمريكية ربما سيكون لها فرصة فرصة لتحقيق المنافسة في هذا المجال لاستغلال هذا المصنع منافسة بالشريح الصيني لكن سوف يتكون أمامها أولويات لأن الإشكال في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستثمر في المغرب ونفسة للجزائر ولذلك الآن ستراعي ما هي الأهداف وما هي التحقيقات التي تحقق خلال الحسابات ما يجب عليها خليني نختم معاك بنقطة مهمة إذا ما استثمرنا في هذا المنجم في قطاع المناجم ككل وفي هذا المنجم منجم غار جبلاد ما هي العائدات المتوقعة والمساهمة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما هو الدخل توقعه في السنوات القليلة القادمة هو في الحقيقة قلما نتكلم على المداخل التي يحققها يعني نظرا للتكلفة الكبيرة ستكون لها لما نشوف أن طل الحديد في السوق العالمي هو تقريبا الأسعار تقريبا 1.123 دولار للطل الواحد بالتالي العائدات ستكون كبيرة جدا خاصة أن الجزائر ستنتج سنويا ما يفوق 10 إلى 20 مليون سنويا وبالتالي نقول أن العائدات ستكون نوعا ما ضخمة وتحقق يعني ما يسمى بديل استراتيجي للنفط وبالتالي أن الجزائر الاحتياطات بالنسبة لهذا الحديد الاحتياطات كبيرة جدا تحقيق المداخل ستكون ضخمة خاصة بالشرافة مع الشركات التي تحقق إنتاج وكذلك من جانب آخر بالنسبة لرأس المال البشري الذي ستحقق توضيف أكثر من 15 ألف إلى 20 ألف منصب أو 24 ألف منصب في بداية الإنجاز سيكون 4 ألف و800 منصب مباشر وبعدها سيكون 14 ألف و500 منصب غير مباشر أي إجمالا سيكون 20 ألف إلى 24 ألف منصب وبالتالي نجد أن الجانب المالي وكذلك الجانب البشري لأن لما نقوم بعملية التقييم لابد من الرؤية الاقتصادية من ناحيتين من ناحية التوضيف أولا توفير مناصب العمل التي ستحقق على الأقل 24 من 20 إلى 24 ألف منصب عمل وجانب آخر أن ممكن أن الجزائر بعدما كانت تستورد هذا الحديث الآن هي تنتج مثلا في النبات وسيكون هذا الاجتياف الموجود في غارج بلاد إضافة قوية لما تحقق مداخل كبرى وبالتالي أن الجزائر حسب ما يقدر مخزونها أنها ممكن تحقق على الأقل في المرحلة الأولى ما يقارب تقريبا 30 مليار دولار نختم بهذه النقطة أستاذ مختار عليه أستاذ اقتصاب جماعة السمسيد جزيل شكرا على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا نعود لك أستاذ هواري تغارسي إذن عائدات ستكون ملايير دولارات تكون مديل حقيقيا لإقتصاد الوطني هذا المشروع للحلم من صحة التعبير كيف يمكن أن ننطلق بهذا المشروع ومشاريع مماثلة ولكن أن تكون قاطرة لمشاريع مرافقة مشاريع قوية تكون قاعدة صلبة ليقلع اقتصادي حقيقي نستغنى ومثل ما قلت عن قطاع النفط إن شاء الله فعلا 2021 يكون اعتماد على قطاع المحروقات يكون 20 أو أقل ربما في المئة أكيد النقطة اللي لازم نعلى نوفر القاعدية بالنسبة لهذا المشروع نحن نحكي على خط تقريبا بالنسبة للسيكة الحديدية لما نربط مثلا قارج بلاد مع النابة تقريبا ألف كيلومتر هذه مشكلة واحدة مشكلة ثانية كان مشكلة المياه مشكلة ثالث كان البعد مشكلة ثالث بالنسبة للموانئ تقريبا كان ست مشاكل موجودة هنا ما أنت في البداية ما أنت نحتاج على أقل السلوطات الوطنية تحضر خاصة فيما يخص العملية هذه مع أنت مهم جدا أنه الهيكل القاعدية بالنسبة لهذه هذه القيمة القيمة لي ما هي قيمته أنا أقول قيمته طبعا غير غير نهائية ولا واحد يقدر عاف قيمة تعود طريقتنا وطريقة كيف يملي لأنه لما نحكم على التكلفة تعود ستكون تقريبا من 28 القنطار إلى غاية 40 هذه إشكالية وطبعا لما نحكي البيع عن تعود تقريبا 100 وزياد هنا إشكال شوف الربح شحال أحسن من برميل النفط بالكثير قلت لك راح نغطي الإشكال هذا فقط كيف نوفر النقاط السلبية الموجودة في هذا المشروع واللي عانت منها نقول لك حاجة خاصة من المراحل السابقة خاصة بالنسبة لإستعمار 8 سنوات مقدرش حرك فيه ولا شي تقريبا حاول ولكن هو كنز بالنسبة للأجيال هذه والأجيال ضروري إسراء بها باش نصدر المنتوج عبر طبعا المواني وعبر كذلك المرافق وعرب كذلك هنا باش نطلق خاصة مع النبا ولكن القيمة تكون كبيرة جدا بالنسبة الاقتصاد الوطني وهذا راح يأثر على المنتجات أو استمارات وحدة وخرين نحكي على قطع الذهب نظن مهم جدا نحكي على الأراضي الناديرة الموجودة في الجنوب نحكي على الفصفات واللي موجود فيها النبا وتقريبا عملية موجودة خاصة نربطه بسكيكدا بميناء باش نصدر الفصفات معنا هناك إمكانيات متوفرة جميلة جدا وكبيرة جدا بالنسبة الجزائر فقط أنه لازم نحط استراتيجية ونبدأ بالعمل ثم العمل إن شاء الله يتحقق هذا المشروع في أرض الواقعة ونشوفه فعلا في السنوات القليلة القادمة يساهم في الاقتصاد الوطني ويكون بديل حقيقي وحتى القضية التوضيف كذلك في الجنوب تكون ربما محل نهائي لك هذه المشكلة وإن أبناء أنا في الجنوب كذلك يستفادوا من هذا المورد لها ويكون خلاق لمناصب العمل شكرا لك أستاذ هوري تغرسي عجبني اليوم كنت متفائلا أكثر من العادة أستاذ هوري تغرسي لما نحكو الإمكانيات متفائل فيها الحمد لله لما نحكو في بعض الحالة طريقة تصير في بعض القطاعات ممكن نعطي خاصة النقاط الإيجابية وسربية لموجودة في القطاعات الهدف منه أنه محبي الجزيرة يخليني في بعض الحالة نفعل ونقدم اقتراحات عملية أكثر الحمد لله بلدنا تزخر كثير من الموارد وكثير من منطقات شكرا لك أستاذ هوري تغرسي على بجنة المالية برد منك ذيك شكر موصور لأستاذ مختار عليها لأستاذ اقتصاد الجماعة تسمسيل كان معنا عبر الهاتف نروح إلى فاصل مشاهدين وقبل الفاصل